كيف يعمل سوق الأوراق المالية؟ أكيد أنه تسمعت عن مصطلح سوق الأوراق المالية أو البعض يسميها البرصة يمكن تكون تسمعت عنه من خلال برسلات أو الأفلام أو حتى في فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي مثل هذا الفيديو السؤال حينه كيف يعمل هذا السوق؟ نبدأ من البداية كلمة سوق مثل ما كلنا نعرف تدل على المكان الذي يتم فيه عمليات الشراء والبيع وهذا هو بالضبط الذي يتم في سوق الأوراق المالية يعني عمليات الشراء وبيع ولكن بعكس الأسواق الأخرى الشراء والبيع يتم على أدوات مالية مثل الأسهم أو السندات والسكوك وأيضا الصناديق الهتثمارية والمشتقات هذا التعريف ينقلنا للسؤال الثاني أهل وهو كيف يعمل سوق الأوراق المالية؟ السوق المالي لها منصة مركزية تعالج وتطابق كل أوامر البيع والشراء فلما يسجل فيه المستثمر يبدأ بالتواصل مع الوسطى المعتمدين في السوق ولما المستثمر يقوم بإصدار عمليات وأوامر بيع أو شراء يبدأ هنا دور الوسطى في تنفيذ هذه الأوامر والقيام بعملية البيع أو الشراء نيابة عن المستثمر سوق الأوراق المالية يلعب دور مهم في هذه العملية من خلال أنه يضمن أن جميع المعاملات تكون عادلة وشفافة لجميع المستثمرين انتظرونا في حلقات قادمة لنعرفكم على الجوانب المتعددة للأسواق المالية والمنتجات والخدمات التي توفرها ترجمة نانسي قنقر